التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وزيادة مستويات الاتثمارات والصادرات وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيأتم تشكيل لجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهازة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمدير التنفيذي للصندوق السيادي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة وتزليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية أعلن الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن معظم مناطق بلاده تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد وقال زلنسكي أن الأمر صعب وبشكل خاص في كييب وأوديسا وخيريسون وأضف الرئيس الأوكراني أنه مع كل ضربة صاروخية من هذا النوع لا تجني روسيا سوى دفع نفسها بشكل أعمق إلى طريق مسدود أعلنت بريطانيا منح أوكرانيا أكثر من ألف جهاز للكشف عن المعادن ومئة من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام وذلك في أحدث دعم عسكري تطلقه كييب وقال وزير الدفاع البريطاني بن وعلس في بيان إن استخدام روسيا للألغام الأرضية واستهداف البنية التحتية المدنية يؤكد قصوتها وأضف أن الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان بينما تستعيد أراضيها وأشارت وزارة الدفاع إلى أن أجهزة الكشف عن المعادن يمكن أن تساعد القوات في تأمين الطرق من خلال المساعدة في إزالة مخاطر المتفجرات بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث اليوم مع نظره الصيني شي جين بينغ القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية عبر تقنية الفيديو وأشار بيسكوف إلى أن الجانبين سيتبدلن وجهة النظر حول القضايا الإقليمية الأكثر وتعقيدا وأضف بيسكوف أن بعض القضايا التي سيتم منقشتها قريبا إلى روسيا والبعض الآخر أقرب إلى الصين قال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن وقع اليوم مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية لسنة المالية 2023 يتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الهمم وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل بالإضافة إلى إسكان الميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامة والفرين من العنف المنزلية وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في 4000 صبحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29 فيما وفق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت نهاية مجزء التساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل